لا تزال حلب ثاني أكبر المدن السورية والعاصمة الاقتصادية للبلاد ترزح تحت وابل من الاشتباكات التي وصفت بغير المسبوقة فبعد يوم على المجزرة المروعة في حق الإنسانية ووسط تواعد كلا الطرفين السلطة والمعارضة بتحرير حلب من قبدة الآخر صحت المدينة على معارك بين القوات النظامية والمقاتلين المعارضين بحسب رواية المرتد السوري لحقوق الإنسان في حي صلاح الدين إطرى الهجوم الذي نفذه معارضون مسلحون على نقطة عسكرية للقوات النظامية وأدت الاشتباكات المكثفة إلى احتراق المحال التجارية في سوق المدينة الشهيرة المعروفة بالسوق العطير ولاحقاً امتدت الاشتباكات إلى أحياء الصخور وبستان القصر والكلاسة في جنوب غربي المدينة التي كانت قد شهدت ليلاً بحسب ما أفاد المرصد المعارض محاولة مقاتلي المعارضة تقدم على عدد من المحاور منها وسط حلب ما أدى إلى نشوب معارك عنيفة في الأعظمية والسبع بحرات ودوار الجندول وأفادت الهيئة العامة للثورة السورية عن اقتحام القوات النظامية حي التضامن في دمشق بالدبابات وعرض موقع أغاريت المعارض صوراً للمعارك الجارية في دير الزور ودرعة في مقلب السلطة أعلنت تلفزيون السوري عن مواصلة الوحدات المسلحة استهداف المجموعات الإرهابية في حلب وريفها وحمص وإلحاقها بالمجموعات الإرهابية خسارة فادحة في الأرواح والمعدات وقضت القوات النظامية على عدد من الإرهابيين في حي الكلاسة واجتبكت قرب جامع الشعيب في باب انطاقيا مع مجموعة من المسلحين وأوقعت في صفوفهم خسارة فادحة وفي ريف حلب أفادت وكالة سانا عن تدمير القوات النظامية وكرين للإرهابيين في كفرداعل والوضيحي وتحدثت وكالة سانا عن مهاجمة وحدات من الجيش السوري مجموعات إرهابية مسلحة في حمص حاولت ليلة الجمعة تسلل من الأراضي اللبنانية إلى سوريا في ريف تلكلخ ومع إعلان وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون عن زيادة المساعدات المالية للمعارضة بقيمة 30 مليون دولار وضع وزير الخارجية السورية وليد لمعلم وزراء خارجية إيران وروسيا وكوبا الذين التقاهم في نيويورك في آخر التطورات المتعلقة بالأوضاع في سوريا والعمليات الإرهابية التي تستهدف المؤسسات العامة والخاصة إضافة إلى مهمة الأخضر الإبراهيمي وكان سيرجي لافروف قد اتهم في كلمة ألقاها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الغرب بتعميق الأزمة في سوريا ودعا أعضاء مجموعة العمل حول سوريا إلى تأكيد التزامهم باتفاق جناف الذي قال إنه يوفر الوسيلة الأسرع لوقف النزاع من جهته حذر وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو في كلمة ألقاها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة حذر من تحول القضية السورية إلى حرب مذهبية قد تؤثر في منطقة الشرق الأوسط